السلام عليكم اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنوريكم طريقة زراعة الفلفل الحار من الشتلات وإن شاء الله حنتكلم عن وعد تعطيش النبات في المرحلة هذي وإن شاء الله حنتكلم عن أرى خطوة خطوة بالتفصيل فطبعا قبيلات حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك للقناة ولايكي تعجبكم الفيديو وتشاهدوا معانا الحلقة للنهاية وطبعا عندما تلاحظ امكم هذه الشتلات الفلفل الحار اللي زرعناها لحظنا منكم طبعا أول حاجة قمنا بتجهيز المكان بالشكل هذا واتمينا عزيقه عدة مرات وطبعا بعد ما قمنا بعزيق الدربر عملنا بالخطين بالشكل هذا وطبعا هذه الشتلات زرعناها من البذور وبعدها اتمينا نقلها بالشكل هذا وطبعا مسافة بين الشتلات تكون 10 سنتين بين كل شتلات وشتلات فطبعا مثما تلاحظ امامكم بعد تقريبا أسبوع من الزراعة لحطنا لكم هيدا شكل الشتلات الفلفل طبعا مثما تلاحظ امامكم زرعنا خطين بالشكل هذا وطبعا بنسبة لمرحلة التعطيش مثلما تكلمت انه هيدا الفلفل مزروع عنده أسبوع ان شاء الله عن زيت أسبوع آخر نبدأ في تعطيش نبات الفلفل يعني التعطيش ان شاء الله هنقوم به بعد 14 يوم أو 15 يوم من الزراعة وممكن طبعا بعد 20 يوم طبعا على حسب حالة النبات وان شاء الله بالنسبة للتعطيش هنتابع معاكم خطوة خطوة ولكن طبعا مدة التعطيش هتكون ان شاء الله أسبوعين يعني مش عشرة أيام هيتم ان شاء الله تعطيش الفلفل هيدا أسبوعين كاملين بدون أي غيه وان شاء الله احنا هنتابع معاكم تعطيش الفلفل هيدا وطبعا بالنسبة للريف في المرحلة هيدا اللي هي مرحلة قبل التعطيش يلازم يتم ريء الفلفل كل ثلاثة أيام طبعا الفلفل يتم ريء كل ثلاثة أيام لانه طبعا درجة الحرارة عالية فضروري الريب كثرة في المرحلة هيدا وطبعا لما يكون النبات بطيء شوية فحنحاول انكثر من الماء لانه الماء يساهم في استطالة سيق نبات وكذلك يسرع من النمو فبالتالي لما يكون النمو بطيء لازم نروي بكثرة فان شاء الله مثل ما تكلمت هيتم قرية فلفل بالنظام هيدا وان شاء الله هنتابع معاكم خطوة خطوة الفلفل هيدا طبعا الفلفل حار طبعا نوعيته مثل ما تلاحظوا على الشاشة ان شاء الله هنتابعوا خطوة خطوة لغاية الحصار اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وعرفتوا كيفية زراعة الفلفل الحار وان شاء الله هنتابعوا خطوة خطوة في القناة ولو في سؤال اتمنى تكتبوا اسفل التعليقات وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا